طبعاً أستاذ عادل إمام قيمة فنية كبيرة جداً 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 الأستاذ عادل إمام فنان أثر في المجتمع العربي كله أستاذ عادل إمام بالنسبة للمسرح يمكن أكتر من 40 سنة مسرح أيام مسرح الجامعة وبعدين مسرح التلفزيون وبعدين فرقة المتحدين فأستاذ عادل إمام الوحيد اللي كان بيعمل مسرحياته التعب بالعشر سنين والإقبال عليها زي ما هو وأستاذ عادل إمام طيارات شرطر كان بيتيجي عشان تتفرج على الأستاذ عادل إمام لما كنا بنسافر برا الناس تقول لنا كسلموننا على عادل إمام فهو أيقونة أيقونة مصرية مش فنية بس وأيقونة مصرية حتى أنا كتبت كده بوست كده قلت مصر فيها حاجة حلوة فيها عادل إمام فعلا إحنا كمصريين بنفتخر إن إحنا عادل إمام ده ابن من مصري أصيل زي كل الأصدرو في حياتنا يعني كان الدكتور زويل والشيوخنا العظام أو علمائنا أو أدبائنا أو سياسينا أو الزعماء بتوعنا أو كورة مثلا محمد صلاح والعمل هنا في العالم كله فعادل إمام أيقونة مصرية نفتخر بيها مش مش إحنا كفنانين فقط لكن كل مصري بيفتخر إنه عادل إمام هو ابن بلده اللي هو مش موقف هو موقف وكانش لطيف قوي يعني يعني كنت في سنة أولى في المعهد فجلنا صاحبنا يعني أستاذ شريف خير الله الممثل وهو كان بدأ يمثل كده شوية عندنا يعني كنت أنا ومحمد عمر المخرج المصرحي وكان معانا كمان زمينج لنا كان اسمه عمر هاشم وإحنا كنا لسه في سنة أولى في المعهد وخارجين بقى بعد المحاضرات كده وبتاع فشريف خير الله جيه عايزينش عايزين تمثله فاندول عايزين نمثل مع التخير مع التمثيل ليه عايزين نمثل طبع قالت بتعالو هالله ركبه معايا ووكل عنده عربية سياد كده فاخدنا وروحنا على دخلنا ستوديو مصر فشافونا وبتاعه انتوا طلبت المعهد واندولوا احنا طلبت المعهد طب يا الله كل واحد يخش ركبه له سكسوكة وبتاعه فما عنافش حاجة يعني قدي كل واحد كلام اللي هيقوله فاخدنا الكلام طب احنا اتفق بقى على الفلوس وكده فالك ما عافش مشكلة مش مشكلة انتوا مش طلبت معهد يعني قلنا له ها فتمام دخلنا احنا التلاتة عدنا نغلط من احنا دخلنا الساعة اتنين عدنا نغلط من اتنين لغاية الساعة ستة فالمخرج قال يا جماعة طب انتم هما هما عزورين مش لسه واخديني الكلام دلوقتي احنا كان كل واحد يقول جملة يعني قلتش لسه واخديني الكلام دلوقتي يعني ما وما انفعش كده انتوا لازم لازم ما تدوا للناس ادلهم قابلها الكلام قابلها بيوم قابل يومين عشان يلحاوا يحفظوا بتاعه وكان كان مخرج كان رئيق جدا جدا يعني فتمام اعملوا بريك وبعد البريك اعملوا مشهد كمان يكونوا هم حافظوا بتاعه خلصنا البريك والمشهد جاهزين اسازها دخلنا دخلنا ساعة تمانية من تمانية لغاية الساعة 12 ونص بنخلط لغاية تم المغرج المهزف ده جدا كان عايزي موت له فمشينا فمشيه بقى في العربية بتاعت شريف خير الله فعاديه في العربية السياد انا قاعد قدام وعمل كده ومحمد عمر صاحبنا عامل راسه كده ورميها وشريف ماشي عادي شريف محترف كان محترف شوية عننا مسل قبلنا كتير فواخد المسائل اهدى شوية مننا وماشي بيسوق عادي كده ومفيش مشاكل خالص عننا فراحت جات عربية معدية عربية ميكروباس كده معدية فجأة العربية دي الناس كلها طلعت من العربية بروس قالك هم دول هم دول هم دول طبعا كانوا معنا في الستوديو فاحنا يعني ضمرنا اليوم في ايه بقنا مشاهير فدخلنا يترمينا كلنا بس الدواسة بتاعتي العربية لغاية مراوحنا انا طبعا مراوحنا مرديتش اروح البيت ومحمد عمر ده مرديش اروح فنزلنا على الكبري بتاع الجيزة فقلنا للشريف لأ نزلنا هنا شريف شريف كان ساجن جنبي في الاصل عيني في المنيرة فقلت انا مش هتروح قلت له لا مش مراوح انا هقعد هنا كده نزلنا عدنا من الساعة واحدة ونص بالليل لغاية الساعة ستة الصبح انا ومحمد عمر على الكبري على الرصيف كده ما بنكلمش بعض يعني كل واحد عايش في ملكوته وبقى جالك بقى انت فشلت وانه حياتك انتهت طب انا الحاجة اللي بحبها وطول عمري يعني بشتغل فيلم الهواء ودخلت المعهد وكل ده لما جيت في الاحتكاك العملي قدامي الكاميرا لأ حصل ده انا كده فشل رهيب بقى وبعدين عدنا مروحش من قاعد فترة شوية وبتاعه لغاية تما الحمد لله عدنا من النادية طبعا مضارش انسايا طبعا ولغاية دلوقتي احبز الكلام بتاعه اللي هو كانت جوه جملة جدا الخير في الجديد يا اخي وكان لغا عربية فيعني صعب ايسا الحمد لله يعني انا بقيت من متميزين في المسلسلة اللغا العربية جدا فدي كانت تجربة مقدرش انساها ابدا في حياتي